من المرجحات الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء على بعض أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام فإذن الجلوس لشكر الله على نعمة الإسلام على نعمة القرآن على نعمة الجنة على نعمة على أي نعمة من نعم الدين أو الدنيا هذا مسلوم وكما هو معلوم أن هذه المجالس إذا كانت في أمكنة معينة أجرها أعظم لأن من جلس في المسجد غير مسجد الأقصى والمسجد النبو ومكة هذا أجره أقل لكن من جلس في المسجد الأقصى أجره أكبر من جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجره أكبر من جلس في المسجد الحرام أجره أكبر وكذلك الأعمال في الأزمنة بعض الأزمنة كما جاء في الشريعة لها أجور أعظم فالعمل في رمضان ليس كالعمل في غيره والعمل في العشر الأول من ذي الحجة أو في العشر الأواخر من رمضان ليست كالأيام الأخرى كما جاء في النصوص ما من أيام أحب فيها العمل الصالح من هذه الأيام فإذا هذا الاجتماع في هذا اليوم الذي فيه من الله على أمة الإسلام بمولد النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله على هذه النعمة هذا له مكان عند الله سبحانه وتعالى